التقى سمو الشخالد بن الحمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بموظفي الهيئة العامة للرياضة وذلك بمكتب سموه بقصر الوادي يوم أمس وقد رحب سموه بمنتسب الجهاز التنفيذي للهيئة ونقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حافظه الله وتمانية جلالته للجميع بدوام التوفيق والنجاح وأثنى سموه على الجهود التي يبدلها كافة الموظفين العاملين في الهيئة العامة للرياضة لخدمة القطاع الرياضي في المملكة مؤكدا سموه على أن كل تلك الجهود محل شكر وتقدير معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات والخطوات التي تساهم في تطوير منظومة العمل الرياضي وأقام سمو الشيخ خالد بن حمد بالتوقيع على كلمته في سجل الشرف الخاص بالهيئة العامة للرياضة وأخذ صورة تذكارية مع كافة الموظفين والعاملين بالهيئة تقديرا لكافة جهودهم في تحقيق تطلعات ورؤى القيادة لمستقبل الرياضة في البحرين من جانبه عبر رئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة ساعدت الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر عن عظيم شكره واعتزازه لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالأصالة عن نفسه نيابة عن كافة موظفي الهيئة على استقبال سموه لهم وإلى جانب الدعم والتواصل المستمر والاهتمام الذي يليه سموه لكافة البرامج والملفات التي تتبنىها الهيئة منذ تأسيسها معاهدا سموه على تقديم المزيد من العطاء سعيا للرقي بمستوى الخدمات المقدمة من قبل الهيئة لكافة المؤسسات الرياضية في المملكة وترجمة لرؤية سموه لما يحقق منبادئ التنمية المستدامة في العهد الإصراحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه